بمناسبة شهر رمضان المبارك وتكريما للمرحومة الأستاذ عبد الحميد حسان تنظم هيئة المحامين بمكناس النسخة الأولى لدور الكرام الرمضاني لكرة القدم المسغرة وذلك طيلة شهر رمضان الحالي بملاعب ماجستيك بمدينة الراشدية ويشارك في هذه البطولة عدد من الأساتد المحامين بالراشدية وأرفود وميدالت والريش موزعين على ست فرق والتي تم توزيعها بالقرعة على مجموعتين في حفل أقيمة بمقر النقابة بمحكمة الاستيناب الراشدية مساء الجمعة 16 أبريل الجاري دوري الكرام الرمضاني لكرة القدم المسغرة هو دوري لكرة القدم المسغرة كما قلت يشاركوا فيه مجموعة من المحامون لكونوا فرق هذا المحامون هناك السدية للفرق والتي ستباره على طويلة شهر رمضان المبارك إن شاء الله بحول الله هناك مجموعتين كل مجموعة يتأهل عليها جوجة الفرق والتي ستلعبون في النهاية أمورها ستلعبون النهاية إن شاء الله بحول الله المباركة ستجري بالذهب والإياب لكي يكون لهم الفرصة أنهم يتلقوا بعضيتهم كثير من المدة وقد جاءت هذه المبادرة في إطار المبادرات التي تقوم بها الهيئة الموحمة ولذلك يكون هناك ارتجيع النشاط الرياضي multic throughout yourunion على صعيد الهيئة وأيضاء أول مرة كثingu Titanic بقيتها هنا في مدينة ديالة الراشدية وكأن هذا شرف لنا كنت من هناك مستمراريه له دوري وهدي الدوري اختير له هذه الدورة إسم المرحوم عبد الحاميد الحسان الزامنة والقيد من هناك مديننا الحاميد الحسام الدى هوليد صاتف المانيه سنة، الفتنسان وتقريباً له ل Heavy Designer bachelor ثمتى جاء الله وقد تم تمنه لجاء ما muchos لديه NER hinausه مستمراري Underалист مدينة للحesان وتوفيق الجميع الفرق المشاركة وشكرا المعروف على أن الأستاذ عبد الحامد حسان توفي سنة 1994 جيد جديد من المحامين الذين يشاركون في هذه الدورة لا يعرفون عبد الحامد حسان إلا بالإسم وما توطر عن علاقته مع المحاكم وماذا كان يفعل في المحاكم إلى غير ذلك لا يعرفون هذه الدورة من أجل التذكير بأسماء المحامات من أسماء المحامين الذين قضوا نحبهم هناك مجموعة من المحامات الساسعتي من المحامين الساسعتي دورت أخرى للتذكير بأسمائهم والتعريف بهم حتى نربط الماضي بالحاضر موسيقى اشتركوا في القناة شكرا 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 وإلى حد دين واو بكل زعمه بكل موضوعية الفارق دي لنا متوسط الأداء كانت منه أنه يزيد في الأداء دياله ويحسن من المستوى دياله أكيد عندنا أمل كبير وكانت منه توفيق لجميع الفارق المشاركة في هذه البطولة هذه